قطر من رائعة فطيرة اللحمة بعجينة القطيف واحد لتر ماء بحرارة الغرفة زيت ربع كوب 50 جرام وبنوضع مالقة صغيرة خميرة بنوضع فانيلا هي اختيارة وسميد ناعم كوب 75 جرام وحليب بودرة واحد كوب 100 جرام مطحنهم جيد وبنوضع ثلاثة كوب من الدقيق بالتدريج بنوضحهم من شان الخلاط وهيك طحنهم جيد نتركهم يرتاحوا لمدة الساعة زي هيك لازم تكون شايفين كيف بعد ما عملنا الحشوة جهزناها بنوضع معلقة باكم بودرة معلقة صغيرة بعد ما ارتحت لمدة الساعة نعمل على مقلة من اتفال يكون ما بالزاق وتركها ترتاح وبعد ما ترتاح بنحشيها ممكن نقليها قليل ممكن نشويها شوي بالفرن بالفرن نشويها تطلع صحية اكتر ما السلام اشتركوا في القناة